اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائل المشاهدين خليني ارحب الكابتن النجم الكبير الكابتن شاكر عبد الفتاح هيكون ضيفنا النهاردة وحيمتعنا الحقيقة بكلام مهم جدا جدا نسمعه من الكابتن شاكر زي كابتن شاكر سعادة جدا موجود حضرتك معنا وكل سنة وانت طيب سعادة حضرتك معنا النهاردة اهلا وسهلا طبعا بيكم وشرفني وجودي مع حضرتك في حضرت النادي الاهلي وطبعا كابتن اسلام من النجوم الكبار وكمان اعلامي على مستوى رفيع فبتشرف ان انا في حضرت قناة النادي الاهلي وكل فخر شرف لنا يا كابتن شاكر خلينا نطلع نشوف تقرير سريع عن الكابتن شاكر ونرجع نكمل معكم يعتبر شاكر عبد الفتاح احد ابرز نجوم الكرة المصرية ونادي الترسانة في عصره الذهبي وصنع تاريخ كبيرا سواء مع ناديه او في عالم التدريب بعد اعتزال كرة القدم فبعد مسيرة حافلة مع ناديه ومنتخب مصر اعتزل شاكر ليتحول الى عالم التدريب وقاد العين الاماراتي لتحقيق بطولتي الدور الاماراتي ودور السوبر والصعود لدور ابطال اسيا عام 1997 كما صعد شاكر عبد الفتاح بنادي الترسانة مرتين من القسم الثاني الى الدور الممتاز ليضرب مثلا رائعا في الوفاء والانتماء لناديه اهلا وسهلا بحضرتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين كابتن شاكر خليني ابدأ بحضرتك او مع حضرتك بمباراة الاهلي والمريخ شفت هذه المباراة ازاي يعني طبعا يعني اولا بمبارك للنادي الاهلي لجهازه ومجلس الادارة واللعبين وجمهير النادي الاهلي كلها طبعا يعني كانت مباراة تعتبر عنق زجاجة لازم يمر منها النادي الاهلي بأي طريقة ويفوز بالتلت نقط بصرف النظر وده بيحصل كتير ان النادي الاهلي بعد اما كان متقدم اثنين صف حصل يعني شيء من التكسر شوية او الهدوء شوية والهدف الاول جي في وقت صعب اوي لو قبل نهاية الشوط الاولاني بدقائتين او تلاتة فخلى فيه دفعية اعلى عند المريخ في الشوط التاني النادي الاهلي ما بدأش زي ما بدأ في الشوط الاول لان هو كان لازم يحاول بعد ما بقى اثنين واحد يبقى 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 عامل حسابه في ان هو يحاول يجيبه بجول التالت يريح يريح العيبة ويعمل عملية احباط نسبي لفريق الخصم اللي قدامه لكن للأسو شيء بخطأ يعني ودوارت في كرة القدم وصلوا للتعادل اثنين اثنين لكن بعزيمة وبروح النادي الاهلي في البطولات قدر النادي الاهلي يرجع مرة تانية وفي الاول وفي الاخر بيبقى الاهم دايما وده يمكن اللي قاله مستر مصيماني في المؤتمر الصحفي ان انا كان مهمة عندي قوي التلت نقاط الاول لان طبعا الاخوة الاعلمين بسألوه برضو عشان يعرفوا ايه الاسباب والامور دي كلها والرجل يتكلم ويجاوب على حاجات كتير وقال في الاخر انا بيهمني ان انا نكون اخذ التلت نقاط فطبعا يعني النادي الاهلي بيلعب مبارياته المتلاحقة يمكن انت في الفقرة الاولى اتكلمت عن ضغط المباريات عند النادي الاهلي وطبعا فيه نقطة يعني مهمة جدا انت حضرتك اتكلمت عليها اللي هي منتخب مصر النادي الاهلي قوام المنتخب تقريبا حوالي خمسين في المية منه بيشكل من لعبة النادي الاهلي فلو انا كاتحاد كورة ما نظرتش النظرة دي عشان عندي متشين مهمين يوم خمسة وعشرين ويوم تسعة وعشرين مارس يحددوا من الصاعد الى كاس العالم في شهر في قطر فممكن ضغط المباراة دي ما بين مباراة أمس مباراة يوم الثلاث مباراة يوم الاثناشر مع الصفر مع اجهاد وبعدين ترجع عشان تخش في معسكر مع الفريق القومي ممكن قبلها كمان لسه في مباراة المريخ ممكن تبقى دي نقطة سلبية كبيرة أو فلازم اتحاد الكورة يراعي ظروف الاندية كلها اللي بتشترك في المسابقة المحلية والمسابقات القرية فده طبعا ممكن يبقى ليه تأثير سلبي على الفريق القومي وخاصة ان تشكيل الفريق القومي منه تقريبا خمس لعيبة على الأقل بيبقوا في الملعب خمس لعيبة كتير قوي انه يبقى عندهم اجهاد او عندهم اشباع من كرة القدم فده ممكن تبقى عامل سلبي مش عامل ايجابي كل يومين ثلاثة مباراة دي صعبة جدا لكن في النهاية يعني دينا بنقول رأيه وفي النهاية طبعا القرار للمسؤولين لكن نحاول نلفت النظر للأمور ديت عشان خاطر الفريق القومي لو ما فيش مباراة دولية ما فيش ما فيش خلاص بقى المسابقة المحلية ماشية على وطيرة واحدة على كل الاندية مزبوط مين اكتر لعب لفت نظرك في مباراة المباراة في الاهلي طبعا في النادي الاهلي يعني تقريبا يمكن محمد شريف طبيعي راجل لعيم محمد شريف جاب جنين رأس حربة مزبوط يعني ده منقول الستندر بتاعه او الوزيشن بتاعه في الملعب ما يخرجش عن الحتة أبدا لكن اللاعب اللي لفت نظري بشكل كبير وده مهم لفرقة النادي الاهلي بصفة عامة لأن النادي الاهلي في كل مباراة معظم الفرق بتلعب بشكل دفاعي بتكتل النادي الاهلي من زمان او من فترة مش بعيدة قوي كان محتاج للعب اللي هو بيتميز بالاختراق ب انه ياخد مساحات عن طريق المحاورة وبيتخطى لاعب واثنين ودي وسيلة بتفضي بيها مساحات في الملعب لللعاب الاخرين فكان يعني اللي كان مميز في لعبه او في واجباته يقديها بشكل كف قوي احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر مبارا هي لقي طبعا رحمد شريف في انه هو بيترجم الجهد ده كله بتاع المجموعة الى اهداف فطبعا يعني محمد عبدالقادر هو الافضل هو الافضل كان كنت تشكر الكرة زمان كانت مختلفة عند الوقت فنيا اكيد وزمان ده ممكن يبقى في الزمن البعيد وفي الزمن القريب الايام اللي حضرك شايف لكن الكرة بصفة عامة في العالم كله متغيرة متتطور طبعا كان الاول هاحترامنا طبعا وتقدرنا لكل المدربين الكبار اللي اتمررنا على قديهم واللي كان ليهم الفضل علينا في الكرة لكن ما كانش متاح لهم الاطلاع والرؤية والتكتيك اللي احنا بنشوفه في كل الاندية مع كل المدربين سواء برا او جوه فالجانب المعرفي في التدريب ما كانش متوفر بالشكل الكبير اللي موجود دلوقتي ان احنا ننهج الاسلوب العلمي واستخدام علوم كتير بتساعد في علم التدريب ده ما كانش برضو متوفر موجود دلوقتي بشكل كبير فاعتقد ان دلوقتي مهيئ للعيبة العوامل المساعدة اللي تقدر تخليه انه هو يبقى نجم ويدي الاداء اللي الناس بتبقى منتظرات طبعا دوت من ناحية الجانب الفني اللي جانب المادي بيختلف طبعا تماما عن زي قبل قبل كده لو كانت الاجيال اللي قبل كده كان عندها الفرصة من الناحية المادية زي اللي بيحصل في الايام ديت كان هم ورخورين برضو حيبقوا ايه عايزين طبعا انه يبقى ما كل انسان بيبقى عنده تطلعات في حياته نظبوط الاول كانت يمكن الحياة لحد ما اسهل مش صعبة قوي يعني لو كنت هتركب اوتوبيس كان سهل انك تركبه لو هتاخد تاكسي يعني فمتطلبات الحياة اصبحت اصبحت دلوقتي صعبة شوية وبالتالي ده جانب مختلف عن الجانب السابق طبعا يعني في السنين الاخيرة دي الاختلاف طبعا برضو من ناحية الجماهيرية كان الاعلام بيبقى صعب عليه او عشان ينقل للمشاهد الاحداث في المباريات دلوقتي بقى التلفزيون وان بقى بشكل متوفر ان المشاهد ممكن يكسل فمحب يقعد في البيت يتفرج على الماتش في التلفزيون لكن جماهير الملعب مختلفة مختلفة طبعا يعني دوت دي فوارق نسبية ما بين الكورة زمان وما بين الكورة دلوقتي ودلوقتي طبعا الاداء التكتيكي والجماعي دوت الفرق كلها بتعتمد عليه قبل كده كان فيه بقى الفروق الفردية من نجوم كبار سواء مهاجمين او مدافعين هما اللي كانوا دايما بيبقوا الحد الفاصل في نتائج المباريات اللي طبعا الجهد بتاع العيبة كلها مع بعضها والتعاون داخل الملعب كان مش بالشكل اللي المفروض بيكون عليه دلوقتي زي ما هو موجود دلوقتي يعني من ساعتين تقريبا او تلاتة انا كنت لسه قبل ماجي اتشرف قبل حضرتك كنت متفرج على منشستر سيتي ومنشستر يونايتن يعني طبعا تبقى قاعد يعني مش مش عايز تبقى عايز مثلا تقوم تشرب عايز تخش ما فين ما عرفش ايه خاف لا لا لعبة تفوتك حاجة تفوتك ليه لان احنا المفروض كناس بنشتغل في المجال بتستمد معلوماتك نظريا وعمليا وبتستفيد من افكار الاخرين لان برضو بشكل كبير الكرة في اوروبا متطورة بامكانياتها نظبوط باستخدام العلم في اعداد اللاعب في استشفاء اللاعب في معاملات اللاعب دي كلها يعني مختلفة تماما مع احترام طبعا لبلادنا العربية كلها لذلك الاطلاع والرؤية مهمة جدا في المباريات الخارجية يمكن في اخر عشر دقايق نعم في الماتش في الشقوط التاني عشر دقايق بس عملية التحليل وده طبعا من الحاجات اللي دخلت عندنا برضو تحليل المباريات بتساعد المدرب يعني يعني انا لسه وانا موجود هنا شايف ان مستر موسيماني طالب من المحللين ان هم يتفرجوا على اربع ماتشات خمس ماتشات الاخيرة في افريقيا او في الدول المحال لبيرامدس عشان خاطر لانه طبعا كالراجل بيشتغل هو عنده الملعب يفكر في اللعيب ده ولا ده ده فمش ممكن هو هيقعد عشان من وقت نظرك كيف يفكر موسيماني يا كابتن في المباراة القادمة بمعنى انه هل يلعب ناس غير اللي بتلعب دايما ولا يلعب يعني برضو لا يكون فعون المدير الفان هو طبعا لا يكون فعون ليه لان النادي الاهلي له سمة خاصة نادي صاحب 42 بطول الدور عام نعم صاحب اكبر نصيب في كاس مصر صاحب اكبر عدد في بطولات افريقيا فالنادي الاهلي وجد كبيرا نعم فبقى مطلوب منه دايما اما بيخش اي معترك الجماهير عايزة بتاخد البطولة مجلس الادارة مطلوب منه انه يشتغل على نفس المستوى فالنهاردة الكرة بتبقى مبنية على احتمالات لو جد تقول انا الماتش اللي جاي هلعب بعد بكرة طيب الععب كام واحد او كام فلمية من اللي يلعبوا يكونوا ملعبوش وممكن مش هيلعبوا الماتش الافريقي فالاحتمالات هنا هتبقى رايحة فيه اتجاه المنافس لو لعبت بالتين بتاعي مكتمل القوة احتمال اوصل للاجهاد لان عندي ماتش تاني وعندي رحلة ثمان ساعات في اقصى القرن الافريقي كطيران والله اعلم يعني طبعا ربنا يوصلهم بالسلامة ساعات بتحصل طيارة مش عارف ايه ما عرفش ايه اللي فيه اصلاح في ايه فممكن بدل تامن ساعات ممكن تروح واخدال يجي خمستاشر ايه ساعة يبقى ده بقى الاجهاد مضاعف فمن هنا طبعا انا بضم صوت لصوتك فان اتحاد الكهرة يعني ربطة الاندية اه او ربطة الاندية اذا قدروا يعملوا حاجة لكل الاندية اللي بتلعب في البطولات الافريقية لان ممكن الحالة دي تمر على زمالك تمر على بيروانز تمر على المصري فيساعدوهم في القضية دي فهو هنا يعني حيبقى في حيرة يلعب بلعبين ما لعبوش الماتش اللي فات ولا حيلعبه الماتش افريقيا اللي جاي مثلا هتبقى الاحتمال هنا صعب على النادي الاهلي المكسب وإن كان وارد كل شيء وخاصة ان البيراميز هو متصدر جدول المسابقة 26 نقطة فالنادي الاهلي لسه قال مبارتين مؤجلتين لكن في حالة اخفاقه في المباراة هتبقى الدنيا بتتصعب عليه وده بتبقى خارجة عن اراد المنطقة وطبعا يعني هيحاول يعمل توازن في لعيبة معينة يمكن مبارح كان باين عليها اجهاد شوية في نهاية الشوت التاني يقدر يريح حد منهم ويلعب بودلاء وانا شايف يعني النادي الاهلي كل المجموع اللي فيه رائعة الحقيقة طبعا يعني لعب كاس العالم للأندية كان عنده سبع او تمن لعب أساسيين لأ انا بتكلم على اللي كانوا مع المنتخب غير الإصابات اللي كانت عنده متعطلة لعب مجموعة كبيرة كويسة من النشئين وقدوا اداء جيد جدا وقدوا نتيجة ما كان ش حد متوقعها ف اعتقد وزي ما بيقولوا يعني حيبقى الأهلي بما نحضر من اللي لعب من اللي قعد مش هي دي المشكلة واعتقد أن النادي الأهلي هو عنده أهم ماتش سانداونز لأن ماتش بيراميدز ايا كانت نتيجته عنده فرصة التعويض أو الاستكمال أو أن هو يزيد كمان من عدد نقطه طبعا هذا حق مكتسب للنادي الأهلي ومكتسب للنادي بيراميدز لكن ماتش سانداونز مش هيجي تاني ودو أنت مهم أن لو كسبت سانداونز أو على أقل تقدير تعادلت ستبقى فرصك كبيرة في الصعود لكن لو لقدر الله حصل أي شيء عكس هتبقى المريخ هيلعب الهلال تاني ممكن تزيد نقطه تبقى الدوافع عنده أعلى تبقى الأمور مت صعبة لكن ما هيش مستحيل في صورة هنزلها لحضرتك دلوقتي عايزين نبقى نبص عليها لأنها صورة بتحكي لفتت نظري في التأرير وهو بيتعرض لأنها صورة بتعرفنا يعني كرة شراب يعني هاي الصورة هيكت طبعا الصورة دي كانت نحكي لنا القصة بتاعت الصورة دي صورة دي كان في حي مبابا اللي داخل علي ده خالد أخويا يعرفه كابتن آمن شوء كويس لأنه كان مقيم معاه في أمريكا وهو مازال هناك وندعوله بالشفا يعني هو عمل عملية قريب كده صعب شوية واللي في ظهره ده كابتن محمد رمضان وده طبعا يعني كان في الشارع الناس قاعد على كراسل كان الكرسي خمسة ساغ بعشرة ساغ حاج زي كده يعني وكان معنا بس مش في الصورة مش باين الله يرحمه ويحسن إليه يتوفى من يومين سعيد الحافي اللي هو يعني طبعا ده سعيد الحافي ده يعني كرة شراب ما يتقال يقولك حريف سطورة يعني هو للأسف الناس ما شفتوش هو بيلعب كرة كبيرة لأن هو فيه ناس بعيد عن يعني مش عارف تاريخ كويس الشعر هو الشعر طبعا في الشارع لأن كان يلعب غير حافي ما كان ينفع يلعب بجازمة لكن بعد كده كان هو بيشتعل في شركة الكابريت وكان مشتركين في دور الشركات وكان بيلعب فلما كنت تشوف وبيلعب في الكرة كبيرة تحس باللمس عنده زي ما بيلعب الكرة الشراب بالزبط والله الله يرحم هو متمن مبارح هو أول مبارح حاجة زي كده فدي كانت في حين باب عندنا اللي احنا أصلا منه وهو سعيد الله يرحم كان من هناك وكان معنا من تاني من نجوم الكرة كان موجودين كان موجود معنا في المرادات كان في حمد نوح كان في سيد يوسف يعني لعبة من الأهل ومن الزمالك ومن الترسان طبعا وكانت دي مع سعيد وكانت في الشارع يعني عمتا وفي ناس طبعا وقفة اللي قاعد قاعد عشان دفع خمسة سالة لكن في ناس تانية وقفة بتفرج يعني فيلم الحريف اللي كان عامله عادي الليوم ده فيلم واقعي جدا آه يعني فعلا هو فيه آخ كان كتب كده كنت قريط له يعني قال لا ده الفيلم دوت بيحكي عن حياة لعب تاني كان اسمه موحي آه لكن لأ هو سعيد موحي لأ هو كان مقصود به سعيد فتحي بس طبعا في الدراما السينمائية الكتابة والحاجات ما بتجيبش اسم بس كولاب تبقى إيه حقات بأن الفيلم ده آه هو الفلان بيحكي عن تاريخ الصين أو صاد من الناس يعني في سورة تانية لحضرتك برضو بتشيرتل للنادي الأهلي وعايز أعرف قصتها ايه ده ماتش اعتقد ده الصورة دي كنا في ماتش مع لجيا وارسو البولندي كان ساعتها بولندا 4.75 نه 4.75 كانت بولندا تالت العالم وكان أعظم فرقة كانت عندهم اللي هي لجيا وارسو كانت تضم تقريبا نص منتخب بولندا الحارس وكان داينة كان لعب نحسل لعبه في نص الملعب وزرماخ ولاتو كوتنا والمرحوم كابتن شازلي كابتن شازلي يعني كابتن حسن اكرامي يومي الكابتن محسن صالح كابتن صالح كابتن طهر الشيخ كابتن شازلي الله يرحمه كابتن متحط رمضان متحط منتخب مصطفى يونس الجلسين من الشمال كابتن حسن حمدي كابتن احمد عبد الباقي العبد لله وطبعا كابتن عبد الصمد يعني تشرفنا باللعب مع النادي الآلي في المباراة ديت انا وكابتن شازلي كانت مباراة يعني الحقيقة انا كنت حتى من ضمن مصادفات كنت في اسكندرية لانه كنت جاي كنا جيب مع ان المنتحب كنا باللعب السودان في السودان وجيت كانوا الشركة عندنا جمخدوني عشان هنلعب الماتش النهائي في اسكندرية في الدورة ففعلا روحت وبعدين بعد اما وصلنا ولعبنا اتصلوا بي قالوا لي تعالى عشان النادي الاهلي عايزينك فتعدلنا فقالوا لسه هنقعد لبكرة ونلعب نعيد الايه الماتش قلت لهم لنا بكرة انا همشي نعمل قرعة واي حد يكسب عمل القرعة الفرقة التانية كذبت كنت مش قدريب بقى ساعتها تعبته لا خلاص بقى انا كنت لازم ارجع لان كانوا عزين في النادي الاهلي عشان احضر معاهم الايه التدريبات وكده وكلام ده كله فطبعا يعني كانت العلاقة جيدة يا كابتن طول عمرها يعني لا طول عمرها يعني الحمد لله يعني الواحد علاقة الترسانة بالنادي الاهلي او بالزمالك او الاندية كلها عمتا حتى علاقتنا بالاندية في اسكندرية في المحلة كانت متحسش ان في يعني ضغينة او في مشكلة ايو خلاص مباراة في كرة القدم امتهت بتنفسني وبنافسك والافضل هيكسب واللي كسباني النهاردة ممكن يبقى متعادل خسران بكرة فكانت العلاقة بين الاندية وبعضها او كويسة ودي طبعا يعني مش اول مرة دليل الصورة اللي حدك قلتها وانت جايين من من اسكندرية مخصوصة شلتلعبه المبارا دي حدودك الكابتن جاء الله يرحمه كابتشازل اه فو برضو دي مش اول مرة يعني ممكن النادي الاهلي استعان بالله يرحمه الكابتن بده وعفتاح طبعا نجم الاولمبي طبعا نجم الاولمبي والترسانة هو كان ايميها في الترسانة ساعة ما لعب مع النادي الاهلي في مباراة مع بنفيكا يعني للكسب تلاتة اتنين للكسب تلاتة اتنين وهو تعور حتى ما رجله كسرت بنفيكا بطل اوروبا في الوقت ها كان بنفيكا بطل اوروبا وكان ازيبيو ازيبيو اسمها كبيرا يعني كانت مجموعة كبيرة يعني فعلاقاتنا يعني بالنادي الاهلي دايما علاقة طيبة واحنا شخصيا يعني علاقاتنا بلعابة الاهلي بلعابة الزمالك يمكن من صغرنا ايام ما كانت فيه حاجة اسمها مدارس الكورة اللي هي دلوقتي بيسموها اكاديميات اكاديميات كنا نعرف بعض كويس ان العدد ما كانش كبير كبير بالشكل ده يعني كابتن فتح مبروك دكتور سمير حسن كابتن متحط بريم عب صمد مصطفى يونس كابتن حسن حمدي سواء كانت علاقتنا في المنتخبات او مع الاندية ونفس القصة مع الزمالك كان برضو من دفعتنا كنا من صغرنا وطبعا بس ما كانش فيه المحور ده بنا وبين الزمالك فبنشوفهم من الباب للباب يعني فاروج عفر والخواجة وعلي خليل ودي طبعا صورة برضو لما يعني الاربعة دي بعيد عن الصورة الجمعية برضو في نفس المباراة نفس الماتشة نفس الماتشة كان الكابتن احمد عباقي وطبعا طهر الشيخ وكابتن شازلي وكابتن متحط طبعا كان الستاد ما فيهوش نفس والله كانت ايام ايا كانت اه يعني دايما كده وإحنا طبعا يمكن في مرة تانية وكانت من حاجات المصادفات العجيبة ماتشنا احنا والنادي الاهلي سنة اربعة وسبعين الملعب تقفل الساعة اتنشر الضهر والماتش تلاتة والماتش تلاتة والماتش ما كانش حي ايه هيتزايع حيتزايع اوكي ما كانش حيتزايع فلما لقوا الملعب اتقفل ابتدوا في التلفزيون يعلنوا انهم حيزايعوا الماتش وكاميرات موجودة فعلا من الحاجات المفرقات اللي حصلت الماتش تسجل وتزعب الليل ما تزعش في وقتها اه اوكي ليه بقى لان كان الله يرحمه الكابتن حسين مذكور هو اللي حيزايع الماتش ما عرفش يخش ما عرفش ييجي من الزعم من الزعم لان كان برا فوق عن حوالي يعني تقول عشرين او تلاتين الف مشاهد تاني صعب انهم يخشوا الاستاذ لراجة الناس كانت قاعدة على اللبراك بتاعت الكهرباء في المبارة دي فتزع وتسجل وتزعب الليل لانه بقى يطلبوا من الناس انها تمشي خلاص لان ببنة قفلت ومحدش هيخش فالناس خلاص تمشي طرح هتتفرغ هناك فما طبعا ما تزعش تزعب الليل تزعب الليل ساعت فكان الاستاذ برضو في التوقيت دوت كان يعني اه طبعا لان طبعا كان زمان المشجعين بيحبوا يقول ايه المباريات يعني كان دائما لك ان المشجعين كانت معظمها كان بتبقى يوم جمعة في ناس بتروح يوم الجمعة ده مثلا تروح تصلي في النادي او في الاستاذ وبعد الصلاة تقعد فرغ ده بقى جايبة اكلها جايبة مش روبها حاجتها وتقعد عشان ترغي حتستمتع فكانت الناس بتروح للمتعة يعني الجمهور كان بيروح يتفرج على الاهل على الزمال مش الشرط انه يبقى جمهور النادي المخصوص بتاعه فكانوا بيروحوا برضو تفرجوا دي يعني اصبحت الان للأسف ما هياش متوفرة بشكل كبير كابتن الترسانة هيرجع امتى يعني بقى انا كتير ما سمعناش عن الترسانة ان هو هيرجع يعني بدايما السنة اللي فات أعتقد او اللي قبلها كان بينافس على الصعود ولكن بقى له فترة والله هو في خلال الاربع او الخمس مواسم الاخنين دول تلات مرات كان الترسانة قابق أو صينة او أدنى من الصعود منهم مرة ضربة جزاء او ضربة جزاء او ضربة جزاء ترجحية لو كانت دخلت كسعدة الترسانة ده كان سنة الفين وستة عشر او او للأسف الموسم اللي بعدي يعني ما مشيتش كويس الترسانة الموسم اللي بعدي كانت ماشية بشكل جيد ايو لحد آخر مباراة لو فازت الترسانة في ملعبنا كان مع نجوم المستقبل كان صعدت من ايو 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 انا فاكرها اه والماتش الأخير مالوش لازمة للأسف حصل تعادل اتغلب واحنا كنا فرقين عن نجوم المستقبل نقطتين فكنا لازم نلعب الماتش الأخير مع جمهورية شبين في الترسانة ولازم نكسب لكان في ملعب الشرطة اه عشان تصعد الترسانة للأسف اتغلبنا واحد صفر رغم ان شبين كان مطرود منه اه لاعب بالزبط في خلال أربعين ثانية الأولى من الماتش يعني كانهم نزلوا نقصين واحد الموسم اللي بعديه برضو ده التالت مرة اه يعني كنا متقدمين على الفرق اللي كانت معنا اه بأكتر من 11-12 بنت عند الاسبوع الثامن عند الاسبوع الثامن ابتدت نزيف النقاط النقاط لحد قبل اخر ماتشين او ثلاثة فرقة تانية هي اللي تخططنا امتى كنت تعتقد ان الترسانة ممكن يعود مرة اخرى والله عودة الترسانة ده المفروض يعني هل السنة دي في قبل السنة دي بعيد يعني السنة دي لا الامل يعني صعب لان طبعا فرق 15 نقطة وفاضل حوالي 9 مباريات الدخلية على ما اعتقد والدخلية يعني هي اكتر الفرق استقرار دخلية وبيتروجيت دخلية وبيتروجيت بين الدخلية وبين بتروجيت 10 نقطة 10 نقطة وبين الترسانة وبين الاول 15 نقطة ف سعود الترسانة صعب ده مشروع واي مشروع في الدنيا مفيش حد بيعمله لوحده طبعا لازم تكاتف الجميع كل فيما يخصه وتبقى معلوم عند كل واحد بينتامل الترسانة ان احنا بنشتغل عشان الصعود والايه والسبات ما هنا لو هطلع وأنا وأقول لما أطلع يبقى حلا يبقى حلا ربنا أبقى أعمل أقوى بتاع أدعم مش هتلحق لكن وانا بأسس زي اللي بيقول أنا عايزة ابني عمارة 10 تدوار مزبوط مش هيحط أساس بتاع خمس تدوار صح وبعدين بعدين بيبني خمس تدوار يجي يروح عامل يقول لك أمرفع بقى تاني تعمل تحصل ايه كارثة مزبوط فأي فرقة بتطلع ضعيفة ويحصل لها أي هزة ممكن تروح نزلة تاني فللأسف ده حصل معنا احنا طلعنا في 82 83 قعدت الترسانة عشر سنين في الدور الممتاز في الدور الممتاز مع طبعا أداء على مستوى عالي جدا مع مدربين كتير لدرجة حصل بعد كده سنة 90 ابتدت دخل نظام اللي احترافه والكلام ده كله مشيت لعيبة وده حقهم ده النظام احتراف فمشوا ده عملت هزة في الفرقة 92 نزلت الترسانة صعدنا بها قلتنا والكابتن شاز اللي ارحمه بعد اما صعدنا كان الكابتن عب منهم الحج ربنا يديره الصحة كان رئيس النادي يعني كان لها وجهة نظر قلت له المجموعة اللي احنا بنلعب بيها دلوقتي النظام والفكر اللي احنا كنا بنلعب بيه في الدرجة التانية وكنا بنلعب في مجموعة الصعيد مش في مجموعة القاهرة وللأسف شديد نزلت الترسانة مباشرة قعدت بقى من الفترة دي من 93 94 ما بين صعود ما بين هبوط في 94 تاني نزلت طلعت كان مع مدرب روماني اسمه يوردونيسكو تقريبا كان في مجموعة مدربين رومانيين ايوه 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 الشيالة دي وردونيسكو كان هم واحد من دول ردونيسكو تقريبا اه او يوردونيسكو اه كان مسك المنتخب بتاع ايبلي اه كانوا عاملين زي منتخبات مناطق وبعد اولا جي مسك الترسانة وكان معاه كابتن احمد حسن كان بك شمال اه هو مقيم دلوقتي في لندن اه وصعدت الترسانة اه اه بعد كده نزلت تاني اي لان برضو بتطلع وانت بنفس ايه الفكر وبنفس ايه الحجم بتاعك فبرضو في وسط الدورة الممتاز ما هو الامور بقت صعبة جدا اه في مفارقات لكن هل ممكن قريبا يحصل اجابتن والله يعني احنا عندنا دلوقتي جات مجموعة في يناير اللي فات دوت اه مجموعة لعيبة كورة يعني افضل من اللي فاته اللي فاته يبتدي بقى تستعدلهم ممكن نبني على دول ان شاء الله ربنا يكرم والدنيا تبقى كويسة والترسانة يعود مرة اخرى للترسانة نفسي بصراحة الترسانة الأولمبي طبعا يعني نتخيالش يعني الواحد انا مبسوط قد ايه للأولمبي انه هو اه احترام طبعا لحرص الحدود انا دايما بميل للفرق الشعبية يعني طبعا يعني سواء اللومبي التحسكندرية المنصورة نتمنى نتمنى لان الفرق بتاعت المحافظات كلها هي اللي بتعمل اسراء في الدورة ان شاء الله رجوع الجمهور واحدة واحدة خلال فترة ومنتخب مصر ان شاء الله في مباراة السنغال السياد الوزير قال انهم هبقوا خمسين ستين الف متفرج وبالتالي من الممكن ان احنا نشوف الجمهور يعود مرة اخرى في ظل الجمهور زي ما بيقوله يعني في الخليج الجمهور هو ملح المبريات طبعا زي ملح الطعام طبعا يعني مش هتعرف تأكل اما تأكل الا لما كان فيه نسبة ملح معينة حسب ما تعودنا على نوعية الاكل بتاعتها الجمهور مظبوط عموما كل التوفيق للاندال شعبية انا بشكرك جدا يا كابتن شكرا اشرفنا بوجود حضرتك معنا النهاردة شكرا جزيلا لحضرتك اشرف لي ان انا اكون مع حضرتك وفي حضرة قناة النادي الاهلي ان النادي الاهلي طبعا نادي كبير وقائد مش بالكلام او بالمجاملة منذ نشأته مع بطولاته مع نجومه اللي احنا بنعتز بيهم ومعظمنا كلنا كانوا على صدقات كبيرة مع نجوم النادي الاهلي فالنادي الاهلي يعني بتاريخه بنجومه ببطولاته رائد من رواد الكرة او الرياضة بصفة عامة سواء الافريقية او العربية او المحلية نشكرك جدا يا كابتن شاكر على وجودك معنا شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن شاكر عبد الفتاح زي ما حضراتكم عارفين الفقرة القادمة هيكون معنا كريم وسابت مع الشاطر ده هنشتغل عليه وسؤالنا توقع الترتيب النهائي للأهلي في مجموعته بدوري ابطال افريقيا توقع الترتيب النهائي للنادي الاهلي في مجموعته بدوري ابطال افريقيا هنتلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل كريم سعيد واحمد سابت هنتكلم اكتر في النواحي الفنية الخاصة بمباراة الاهلي والمريخ ثم ممكن بقى نلحق شوية نتكلم عن مباراة الاهلي وبيرامنز هنتلع فاصل وبعد هذا الفاصل نلتقي بكريم سعيد واحمد سابت اشتركوا في القناة